اما بالنسبة للقرار الامريكي وادراجنا على قائمة الارهاب فالحديث عنها في عدة نقاط بالنسبة لي فان اقصى ما يستطيع فعله الامريكان واذيالهم الخليفيين والسعود اقصى ما يستطيعون فعله هو قتل والقتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة والشهادة سعادة ما بعدها سعادة وان كان في ذلك اعتقالي فهو تفرغ لله وللعبادة وان كان في ذلك تعذيبي فهو كفارة لذنوبي واثامي وان كان لي بقية في الحياة وعشت حرا فان طريقي هو الجهاد ومكافحة الظالمين والكدح في هذا الطريق بلا هوادة ان القرار لا يخيفنا بل نعتبره وساما نضعه على صدورنا نفتخر به ما حيينا اما بالنسبة لموقفنا تجاه الادارة الامريكية فموقفنا واضح وجلي وقد عبرنا عنه في ادبيات تيار الوفاء الاسلامي وهو عقيدتنا السياسية ان امريكا والادارة الامريكية هي عدو للشعب البحراني بل الى كل الشعوب المستضعفة وان الادارة الامريكية هي راعية الارهاب والديكتاتورية في العالم وانها هي التي استعدت الشعوب المظلومة بمواقفها المناصرة والداعمة للانظمة الاستبدادية خصوصا القبائل التي تحكم الخليج ان الادارة الامريكية تدوس على كل الشعارات التي ترفعها من دعم للدموقراطية والحرية في حال تعارضها مع مصالحها الاقتصادية والنفوذية واني اعتقد ان التدخل المباشر للادارة الامريكية هو احد اصداء العملية البطولية التي قام بها رجال الله في المقاومة الاسلامية في البحرين من تحرير المعتقلين في سجن جو المركز وانهم صدموا من القدرات والامكانات والابداعات التي تمتلكها المقاومة في البحرين وهذا الامر جعلها اي الادارة الامريكية وجعل الادارة البريطانية تتخبط في تصرفاتها ومواقفها وابراز مخاوفها الجدية على مصالحها وعملائها في المنطقة ان القرار الامريكي يؤكد عداء الادارة الامريكية للشعب البحراني وتطلعاته واننا نعتقد ان هذا القرار ليس قرارا تجاه اشخاص بل هو قرار تجاه منهج وخط بل هو تجاه كل من يتمرد على الادارة الامريكية ويتعرض ويتعارض عمله مع المصالح الامريكية وهي بداية لمرحلة جديدة وهي مرحلة المواجهة المباشرة المباشرة بين الادارة الامريكية مع شعب البحران